ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية في العام الفين بالضبط أي قبل حوالي 20 سنة تقريبا من يوما الحالي يعني لما كان عمري 8 سنوات تقريبا ظهرت لأول مرة واحدة من أروع وأقوى الشخصيات في عالم الموتينت أو المتحولين الشخصية كذا فرضت احترامها وحبها على الجميع من بين كل جيش الأكس من كل جيش المتحولين كل الموتينت هذه الشخصية بالذات وضعها ومكانتها مرة مختلفة تماما بالنسبة لي وبالنسبة للجمهور وصناع سلسلة إكس من بشكل عام ولا أدري هل السبب شخصية وولفرين نفسها وقصتها المعقدة والمؤثرة ولا الممثل هيو جاك من وتجسيده المجنون للشخصية أو يمكن الاثنين يجتمعوا في واحد شخصية رهيبة وممثل رهيب حقيقة يا جماعة شخصية وولفرين أو لوغن شخصية مرة 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 أحبها ولا أعتقد أني راح أتقبل بسهولة أي شخص يؤديها غير هيو جاك من أنا عارف بتقولوا أنت مقاوم للتغيير يا وجيه سوبرمان تغير باتمان تغير سبايدرمان تغير هولك تغير أوكي كلام سليم مسترع يا حبيبي احنا نتكلم عن واحدة من أقدم الشخصيات في هذا العالم مرة قديمة موجودة من حوالي عشرين سنة عشرين سنة والناس ما تعرف إلا وولفرين واحد لوغن واحد جيمس هولت واحد يعني سبايدرمان هولك باتمان سوبرمان بيبسيمان أم الصبيان أحس هذه الشخصيات خلاص تعودنا على تغيير أبطالها يعني سوبرمان جديد أوكي وش الجديد باتمان جديد طيب وش الجديد سبايدرمان جديد ثلاث مرات تغير عادي فاهمين بس لوغن كمون قبل ما نبدأ أحب أقول لكم لو ما تبعتوا سلسلة إكس من أو المتحولون لا تكملوا هذا الفيديو لأنه بيحتوي على حر على حسب مفهومك للحر بقى وراح أترك لكم قائمة بالتسلسلة الزمني للأحداث في الوصف لو حابين تتابعوا سلسلة إكس من بالتسلسلة الزمني الصحيح وقبل ما تبدأ تتابع السلسلة أحب أقول لك أنه لازم تركز مرة لازم تركز لأنه في خبصة في الأحداث وفي تغيير في الشخصيات في لخبطة راح تسبب لك تشتت يعني لو ما كنت مركز وكمان أوصيك أنك تسحب على فيلم دارك فونيكس ونيو ميوتينت اعتبروا ماهم موجودين يعني حفاظا على سلامتك وسلامة عقلك أنه بنات ستارك للأمانة ذولي من يوم دخلوا سلسلة إكس من ما أدري كده صار زين نحس بنات الشمال نحسوا سلسلة إكس من بغض النظر عن قوة أفلام إكس من وضعف البعض الآخر وبغض النظر عن اللخبطة ولحزة الدماغ اللي عملوها فوكس في بناء عالم إكس من والتغييرات الغير ضرورية لبعض الشخصيات اللي كانت تحصل بين فترة وفترة وبغض النظر عن القفزات الزمنية ما بين الماضي والمستقبل واللي سببت لنا ربكة أكثر من أي شيء ثاني وبغض النظر عن إنهم قاتلوا البروفيسور تشارلز ورجعوا للحياة بدون ما يقولوا لنا كيف ننسوا كل اللخبطة هذه وخلونا نركز على شخصية لوغين ونشوف كيف هذا البطل بدأ عظيم وانتهى عظيم وقبل ما نبدأ خلونا نقف لحظة احترام وتقدير لهذه الشخصية الكبيرة تدرون يا جماعة ليش لوغين شخصية عظيمة؟ لأن من بين كل المتحولين اللي عرفناهم لوغين أكثر شخصية عانت من بين كل المتحولين اللي عرفناهم لوغين أكثر شخصية تألمت أكثر شخصية عاشت أكثر شخصية ودعت أصحاب لوغين شخصية عذبت لوغين أكثر شخصية ضحعت وتبهذلت أكثر شخصية قاومة الشر اللي في داخلها بالرغم من كل الظروف اللي مر فيها إلا إنه ما زال شخص طيب وصالح ويحب الخير كان يقدر يستخدم عمره الطويل وقواها الخارقة في الشر بس جوهر ومعدن ويرفض الشر تماما ويحب الخير الأصل فيه الخير زي أي إنسان ثاني في طفولته أبوه انقتل قدامه وقام انتقم لأبوه وقتل الشخص اللي قتل أبوه وياريته كان انتقام مريح انتقامه طلع من أسوأ ما يكون لأنه لما قتل الشخص اللي قتل أبوه اكتشف إن الشخص اللي قتل أبوه هو أبوه وإن الشخص اللي مات ما هو إلا مربيه تخيل يموت الأب اللي رباك قدامك وتقتل أبوك الحقيقي وكانت هذه صدمة الطفولة والكوابيس اللي ظلت تلاحق لوغين لفترة طويلة هرب مع أخوه فيكتور وهم ما زالوا أطفال عاشوا هاربين وحياتهم أشبه بحياة الكلابة والحيوانات المشردة وعلشان يلقون لحياتهم معنا راحوا وشاركوا في عدة حروب الحرب الأهلية حرب فيتنام الحرب العالمية شارك في حروب مرة كثيرة وبالرغم من أنه لوغين كان يؤدي واجبه تجاه وطنه وبالرغم من أن القتل مباح في الحروب بإسم الوطنية إلا أنه كان يحاول قد ما يقدر أنه يتجنب القتل كان دائما يخلي القتل والعراك آخر خياراته وآخر حلوله وما كان يحب يؤذي أحد إلا إذا الموضوع مرة ضروري إن حبس هو وخوه أتعذب هو وخوه يستغلوه ويستغلوا قوته وفي أول مهمة له مع سترايكر ما قدر يقاوم ويسمح للشر يدخل حياته وانسحب مباشرة بعد ما شاف أن الموضوع كله مبني على فساد وظلم هرب لكندا بعدها ما بين الغابات والأشجار وقرر يعيش حياة مسالمة لا يبغى فلوس ولا يبغى رفاهية ولا يبغى أي شيء كل اللي يتمنى بيت وإمرأة يحبها وخلاص في أبسط من كده يا ناس ولكن للأسف سترايكر ما تركوا حاله زي يفموت حبيبته اللي هي كمان طلعت ضمن فريق سترايكر وعلاقتها معاه مجرد سيناريو على جهة تستدرجوا المختبر سترايكر مرة كان يحبها يا جماعة مرة كان يحبها اضطر يقاتل أخوه ولكن أخوه كان أقوى منه وعلشان ينتقم لموت حبيبته المزيف اضطر يوافق على تجربة تتم عليه علشان يصير أقوى وحقنوه بمادة الأدمانتيوم المادة اللي تعطيه القوة والجبروت ولكنها تمتص عمره بشكل بطيء مع الوقت وعلى المدى البعيد وبعد هذه التجربة تحول كامل جسده من الداخل إلى كومة حديد كانت هذه التجربة أقسى وأوجع تجربة مر فيها لوغن من ناحية الألم الجسدي والنفسي بعدها اكتشف إن حبيبته ما ماتت والتجربة اللي تمت عليه ما هي إلا خطة مرتبة ومدروسة علشان يحققون السلاح الأقوى سلاح X حاول يسوي مشاكل بعد ما اكتشف الكذب هذا كله لا برضو قرر يشيل نفسه يهرب يروح بعيد عن المشاكل وفي اللحظة اللي قرر يهرب فيها ما راح على طول حرر مساجين دمر المختبر الفاسد هذا تبع سترايكر عن بكرة أبيه بل إنه ضارب مع ديدبول في أسوأ نسخة يعني كانت مطر سيئة ذيك النسخة وقدر إنه يهزمها ولما انتهت الحوسة هذه كلها جات طلقة من سترايكر أفقدته ذاكرته ونسي كل المعاناة والألم اللي مر فيه سابقا وبدل ما تكون رحمة له صارت عذاب جديد وذاكرة ألم جديدة لقصص ومعاناة جديدة بعدها حاولوا يجندوه في فريق إكسمن ولكنه رفض لأنه ما يبغى أي مشاكل جديدة سيبوني في حالي يا جماعة أنا تعبانا أنا شفت بما فيها الكفاية ولاحقا وبعد محاولات إقناع كثيرة رجع وانضم إلى فريق إكسمن قاتل معاهم درب معاهم أكل وشرب معاهم حبل المرة الثانية أوكي صح إن الحب ذاك كان شوي أهبل بس إنه حب كان يحب من قلبه ومع الوقت اضطر إنه يقتل البنت اللي يحبها مو علشان يكرهها ولا علشان في شيء علشان ينقذ العالم أيو حبيب أنت يا لوغن تافر بالزمن وتبهذ الكثير علشان يعيد تصحيح الزمن ويرتب الأمور وفي رحلة هذيك عبر الزمن تألم غرق تعذب ولكنه نجح في النهاية وأنقذ عالم المتحولين من الإنقراض شارك في أحد الحروب وكان أسير في اليابان وفي لحظة الانفجار النووي الكبير ما قرر يهرب ما قرر إنه ينجو في جلده وطز في الباقين لا لوغن في خير راح وقرر يساعد أحد الضباط اليابانيين وينقذ حياته ولاحقا الضابط الياباني هذا وبعد سنين طويلة استدعاه وجابوا إلينا اليابان ودخلوا في حوسة ومعاناه وألم من نوع جديد حاول يسرق قواها الخارقة حذره لوغن وقال له صدقني آخر شي تبغاه إنك تعيش بالطريقة اللي أنا عشت فيها اللي عندي أنا ما أتمناه لا لصديق ولا لعدو سيبني في حالي وحش ولكن ما سابه لاحقه وتقاتل معاه وبعد معركة طويلة يدري ينجو بجلده ويفوز بهذه المعركة برضه بعد ذيك المعركة ايش يتوقع بيصير قرر يصير مجرم قرر يلعن الظلام من حوله لا قرر يرجع ويدور على حياة هادية وبدون مشاكل ومرت الأيام ومرت السنين ومات كل المتحولين اللي عرفهم لوغن بل إنه حضر جنازات بعضهم كل اللي حبهم كل اللي دربهم كل اللي عشرهم ماتوا وانتهوا من على الوجود وما بقي معاه إلا المروفيسور تشارلز وكالبان آخر ثلاثة متحولين على قيد الحياة ولما صار عمره 130 سنة وبعد ما اختفى جميع المتحولين من على الوجود وصار وجودهم جريمة تتوقع أن جلس يقول خلاص أنا بروح أعيش لحالي بروح أكمل حياتي مستخب بما بين الأزقة والطرقات ولا بين الجبال بروح أدور لي شغلة آكل منها وانتظر الموت اللي مراضي جيني جيني لا ضل يعتني بالبروفيسور تشارلز وكان يشتغل ليل نهار علشان يوفر له أدويته اقلع أم الإخلاص والوفاء أي صديق أنت يا لوغن ويا ريت قدر يموت بسلامه وشارلز وكالبان لحقتهم المشاكل إلى ما بعد حدود المكسيك وعلى إثر هذه المشاكل مات شارلز وعلى إثر هالخرابيط مات كالبان لوغن دفن آخر صديق من أصدقاء عمره بين يدينه مين ما بك في هذه اللحظة أنا بكيت يا رجل ويبقى للوغن مهمة أخيرة مهمة أخيرة من بين ألف مهمة ومهمة سواها في المئة وثلاثين سنة اللي عاشها مهمة أخيرة وبعدها يصير وحيد مئة بالمئة ما عاد فيه شارلز ما عاد فيه كالبان ولكن فجأة لوغن يكتشف أنه عنده بنت مخلوقة من حمضه النووي عندها نفس قدراته نفس مخالبه نفس قوته نفس شجاعته نفس أخلاقياته تتوقعون وقتها قال خلاص شارلز مات كالبان مات مفروض أنا الآن انتحر طز في البنت هذه أنا معرفها ولا ربيتها لا لوغن ما يسوي كذا يا جماعة وفي مهمة أخيرة له مهمة وداعية ينطلق لوغن مع بنته لورا والمتحولين الجدد ويوصلهم إلى الحدود الكندية ولحقته المشاكل إلى هناك برضه واضطر أنه يحق النفسه بالمادة اللي تعزز شفاؤه لأن جسمه بدأ يتباط في الشفاء بمعنى آخر اختار لوغن أنه يموت في سبيل أنه ينقذ بنته لورا وبعد قتال شرس مع المجرمين والخوانة وبعد قتال شرس مع المستنسخ الجديد يسقط لوغن أرضا والدماؤه من حوله ويده بنته في يده فيلم يحماهر تبكي ليه لوغن الآن بدأ يستشعر الموت وشعور الموت أخيرا يموت لوغن وتموت كل حاجة جميلة عرفناها في عالم المتحولين معاه من جدة أنت تبكي واشو اي 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 مات لوغن بعد 130 سنة عاشها على الأرض مات لوغن بعد حوال كيف الواحد يا أخي شوفوا كيف يا أخي السينما تستحب أمه الواحد كده تخليه صدق اللي قاعد شوفه مات لوغن وانتهى كل شي جميل عرفناه معاه وكانت هذيك أعظم نهاية لأعظم متحول في جيش أو في سلسلة X-Men كان معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم